مع انطلاق الجولة الثانية من محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي تبدو هذه الجولة أصعب من سابقتها على وقع رفع إيران معدلات تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60% وهو ما اعتبره الأمريكيون وحلفاؤهم الأوروبيون استفزازا واضحا لست متأكدا بشأن أي نوع من التقدم يمكن تحقيقه خلال الظروف الراهنة فالإيرانيون متزمتون ويمرون بمرحلة انتقالية حاليا لا أعتقد أنهم في حالة تسمح لهم بتقديم أي تنازلات ويسعى المشرعون الأمريكيون من الحزبين إلى فرض قيود على البيت الأبيض بشأن أي اتفاق مع طهران عضو مجلس الشيوخ الجمهوري بيل هيغيرتي قدم مشروع قانون تحت اسم تشريع مراجعة رفع العقوبات عن إيران وهي محاولة قانونية تحصد دعما متزايدا تحديدا بين المشرعين الجمهوريين وذلك بهدف ضمان موافقة الكونغرس على أي رفع مستقبلي للعقوبات المفروضة على إيران من قبل إدارة بايدن ستكون استراتيجية جيدة لإدارة بايدن أن يتجه إلى الكونغرس للحصول على موافقته بخصوص أي اتفاق مع إيران فمن أصلاحة الجميع أن تتحول الاتفاقية إلى قانون ولكن السؤال هل سيعمل الجمهوريون مع الرئيس بخصوص هذا الأمر؟ تحويل الاتفاق المنتظر أي أن كان شكله مع إيران إلى قانون يحصن هذا الاتفاق من نقضه لاحقا من قبل أي رئيس جديد وهو ما فعله الرئيس السابق دونالد ترامب عندما أعلن انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران عام 2018 المشرعون الأمريكيون في الكونغرس يعملون جاهدين على تذكير إدارة بايدن بوعودها بضرورة العودة إليهم لمناقشة كل مستجدات المفاوضات مع إيران للتأكد من أن أي اتفاق مقبل مع طهران لا يقتصر فقط على تموحاتها النووية بل يضمن التصدي لأنشطتها الإرهابية وبرنامجها للصواريخ الباليستية مجدي يازجي سكاي نيوز عربية واشنطن